السادسة صباحا الرابع بتوقيت جرينيتش مجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وخلال كلمته أمام المؤتمر أكد الرئيس السيسي على ثقته في نجاح الدولة العراقية الكامل في قدرة العراق على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم كما شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل دعم الحكومة العراقية في جهودها من أجل إعادة استقرار العراق لاستعادة دوره الإقليمي الفاعل داعيا إلى احترام سيادته وخيارات شعبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيادة أو بزيارة بغداد مجددا والتي تأتي تعزيزا للثوبة الرسخة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعاصمة بغداد حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية الإسراء في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق حتى تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات إشادة الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه في العاصمة الإراقية بغداد مع نظره الفرنسي إمانويل مكهون حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء تطلع مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهة النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة مثمنا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية أكد البيان الختمي لمؤتمر بغداد أهمية دعم العراق في المجالات كافة وفي ختام المؤتمر نوها وزير الخارجية العراقي بأن استقرار العراقي عن استقرار المحيط الإقليمي والمنطقة بأكملها موضحا أنه تم الاتفاق على استمرار عقد مؤتمر بغداد بشكل دوري أكد الرئيس التنسي قيس سعيد أنه لا مجل للإحتكار والمضاربة في تونس مبينا أن كل من يخرق القانون سيطبق عليه القانون وأعتبر الرئيس التنسي خلال تواجده بولاية زغوان بعد قيام وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة أعتبر أن هناك العديد من الأشخاص يتخفون وراء المحتكرين وينتفع منهم ومن ثم يتحول إلى قائد وفق تعبيره أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 237 ألفا وثمانمائة وسبعة عشر وأشار بيان للوزارة أنه تم تسجيل 251 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ضمن إجراءات الترصد والتخصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتة إلى وفاة ثماني حالات جديدة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء